نروح لتنس الأرضي ونجمتنا نجمة النادي الأهلية ومنتخب مصر ميار شريف ودعت رولانجا روس بعد ما خسرت من بطل روسيا أو بطلة روسيا يوتا يوفا الحقيقة المباراة خلصت 2-1 ميار عمت اللي عليها ولكن زي ما حدراتكم عارفين دي الرياضة ممكن تأمل عليك وتخسر ولكن طبعا من القول ميار هاردلاك لسه عندها الكثير طبعا المباراة خلصت 2-1 وكانت كسبت ميار كان كسبة مجموعة الأولى يعني يمكن اللي خلى يعني الدنيا نزعى الأكتر على الخسار Epic كسبت المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 ولكنها خلصت المجموعة الثانية 6-4 يعني كانت قريبة جدا من الفوز بالمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة خسرتها 6-1 هاردلاك يا ميار وطبعا المباراة استمرت لساعتين تقريبا المباراة كانت طوف جيم جدا أو كلوس جيم ولكن هاردلاك يا ميار ميار دلوقتي في المركز الخمسة وخمسين على مين وده رقم جيد جدا نتمنى طبعا لميار أو ميار فضل الله خمس مراكز تتقدم فيهم وتخش في التوب فيفتي برايرز على العالم كله في الرنك على التنس الأرض وده الحقيقة رقم يعني جيد جدا طبعا وكنا نتمنى طبعا نتوصل لأدوار أبعد من كده طبعا بطولة رولانجروز بتتلاقي في الفترة من 22 مايو لحد 11 يونيا اللي احنا فيه ميار كانت فازت في الدول الأول على الأمريكية ماديسون المصنفة رقم 24 على مين بالنتيجة 2 واحد يصور طبعا نجمتنا الكبيرة ميار شريف وميار قدمت مستوى كويسة في الفترة اللي فاتت طبعا بعد إصابتها نتعرفين طبعا ميار تعرضت لإصابة في مطلع هذا العام في مشت الرجل ولكن استطاعت طبعا ميار أن هي يعني تعود لمستوها أو سابق مستوها وتتقدم للمركز الخمسة وخمسين إن شاء الله نتمنى لها التوفيق في ما هو قادم خاصة أنها بدأت تغير أو بدأت بتغيير بعض من جهازها المعاون في بداية أو مطلع هذا السيزول أو هذا الموسم نتمنى لك التوفيق ميار ميار الحقيقة ينتظرها مستقبل كبير نتمنى أن نشوفها يعني هي وأنس اللعبة التونسية اللي وصلت للتصنيف الثالث عالميا أكيد نتمنى طبعا لميار أنها توصل لهذا التصنيف في يوم من الأيام كلعبة مصرية عربية يعني الحقيقة دي أكيد حاجة هتساعدنا طيب هنروح لتنس الطاولة وزي ما حدقكم عارفين عمر عصر لعبنا الكبير اللي وصل لدور التمانية في بطولة العالم تنس الطاولة وده إنجاز كبير حصل عليه عمر بعد خامس ألمبياد عمر الحقيقة لو لا استضامه ببطل العالم في دور التمانية لكان للأمر شأن آخر طبعا نتعرفين حضراتكم أنه عمر ارتقى في التصنيف أيضا بعد فوزه ووصوله لدور التمانية بقى في التصنيف الاثنين وعشرين على العالم وده رقم يعني بتهيأ لي ما فيش لعب مصري وصله قبل كده لعب تنس الطاولة مصري وصله قبل كده مرصيد ألف خمسة واربعين نقطة عمر كان عمل بطولة عالم تاريخية زي ما قلت لحضراتكم بوصل لدور التمانية ولكن خسر من البطل العالم الصيني أربع صفر علشان يكون أول لعب مصري يوصل الدور ده في بطولة عالم في التاريخ زموم بطولة عالم في التاريخ